بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم ستة عشاء اللي بعدك فعلتها بإذن الله تضمن والضامن والله أن يكون ابنك صالحا ينشأ ابن صالحا أول شيء عند الجماعة عند الجماعة الزوجة يجب أن تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قدر بينكم مولودهم في هذه الليلة لم يضر الشيطان قبل كما قال الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حط الزكر ده على خشبة السرير بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إذا قدر بينكم مولودهم في هذه الليلة لم يضر الشيطان أبدا يعني يطلع إنسان صالح الحاجة الثانية لما يتولد نتأسى بالستين حينة أم السيدة مريم لو ولد قل إني أعيدوه بك وذرياته من الشيطان الرجيم لو بنت قل إني أعيدوها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم ليه؟ لما سيتنا حينة قالت كده فربنا قال لي رد عليه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنباتها نباتا حسنا دي أول تاني حاجة الحاجة التالتة يؤذن في الأزن اليمنى وتقام الصلاة في الأزن اليسر الحاجة الرابعة يحلق شعر الطفل سواء ابن أو ولد أو بنت ويوزن ويتصدق بثمنه يفضة أو دهب يعني احلق الشعر تماما وتوزن وتصدق بثمنه فضة أو دهب كما فعل كما أمر رسول صلى الله عليه وسلم ستنا فاطمة الزهراء رضا عنها ففعلت للحسن الحسين الحاجة اللي بعد كده يعق عنه في يوم سابع أولوم الاربعتاش أولوم الواحد وعشرين والعقيقة مهمة جدا لأنها تعق الشر عن الطفل وتحفظه طول عمر من كل مصايب الحاجة اللي بعد كده تعلمه الصلاة تعلمه الصلاة في سبع وتضربه عليه في عشر وده الخطع الكبير يبقى فيه أكثر الناس ينشئ فنشئ الطفل فاسقا فاسدا اللي هو صلي لما يوصل سنة أربعتاش وخمستاش ويبلغ الحلم ما عرفش يصلي وأنت تأسم اسما كبيرا فادحا وحتتتحمل معا اسم عدم ترك الصلاة أنه مش هقدر يواصل على الصلاة لما يوصل لسنة بلوغ لأنك ما علمتوش الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام علموا وقالوا داكم الصلاة في سبع واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهما في المضاجع فا اوعى ابنك يوصل سبع سنين ما تعلموش الصلاة وهو يوصل سن وعشرة سنين وما تضربوش على الصلاة لازم تحسبه في كل الصلاة تقوله صليت أنا ما صليتش وإذا كان هادي في خمس ست تأخذه معاك المسجد عشان يتعلم الصلاة وراك لو عملت الحاجات دي كلها هنشأ الطفل صالحا وطقيا وارعا ومش هيتعبك انت والزوجة ويسمع الكلام لو عملتش كده لا تلومنا إلي نفسك وسينشأ فاسقا وعزو بالله في أغلب في كثير من الأحوال وانت وانت هتكون هجاني عليه وعلى نفسه وعلى نفسك كده كمان اقول قولي هذا استغفر الله بي وانه